دوناتس الدجاج او زي الناجتس الدجاج كده فسنعملها على شكل دوناتس. دول صدرين دجاج. بطاطسايا وسط مسلوقة وبرتة وشرتها. نص بصلة مع فصين توم وملح وفلفل واربع معالق من البوصل. في محضرة الطعام هدي صدور الفراخ. البطاطس والبصل والطرن. ملح وفلفل. وهي اربع معالق بقصمات. اتنين ثلاثة اربع. وكل ده هدربوا مع بعض. هدربهم ناعم جدا شوفو يبون نعمين جدا. هنأخد كيس. هنأخد كيس. سأضع ورقة خمس فتحة في الكيس وهنعمله وهنشكله عارفين زي الدوناتس او زي الانيرانج طبعا لوصفه انا شفتها على اليوتيوب وعجبتني جدا زي ما نشايفين كلا انا حاول اخليهم كلهم نفس الناس ولو اني فشلة في موضوع ان انا اطلع الشيء ونفس المائز ده بصراحة دلوقتي انا هدخلهم الفريزر لمدة الساعة عشان يتمسكوا ونعرفو نغلفهم دقيق ضيط بقصمات ويبقوا جاهزين تفرزنيهم تقليلهم على طول يطلعوا روعة تمام شوفوا بعد ما خليناها ساعة هتلاقوها شوفوا اتمسكت كده تقدر تتحكم فيها ويتغلي فيها ده نص كباية دي مع نص كباية نشا اخلطهم مع بعض وهنا بيض مع ميا وملح وفلفل اخليب زي ما تحبيه وهنا البقصمات هنتوا عارفين انخلطهم لأنا بموت فيها يعني دقيق بض بقصمات كده بعدين في البيض بعدين في البقصمات وكده جاهزة عندي اكملهم كلهم واجنقليهم على طول هبدا اقليهم عادي بقصم الملك تعرف ان هم استوضت ايهم كده حجموهم اتنفق شوية قوم موضوع شوفوه جماله على فكرة لذيذة جدا جدا. اواركوا بس الفراخ قد ايه مستوية من جوا. شوفوه ما شاء الله مستوية وهشة وطعمها حقيقي غني ولذيذ بشكل مش معقول اتمنى كلكم تجربوها يعني شوفتوا قد ايه وصفة سهلة جدا جدا جدا. شوفوه